اشتركوا في القناة هذا اللقب من القاب المسيح كمان شوفوا صاحب السلطان المطلق بفليبي الإصحاح الثاني والأعداد عشر ودعا شو بيقول لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف يقدم اعتراف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب أي هو صاحب السلطان المطلق يحن الإصحاح الثاني عدد 58 كمان قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وهذه نشوف تسمية خاصة بالله وحده الكائن منذ الأزل فنشوف هذه ألقاب الألوهية كمان نشوف المسيح أعلن كمان نلاقي بالإنجيل أنه أعلن فيه إعلانات فيه إعلان رئيسي إعلانات الألوهية رسالة كلوس الإصحاح الثاني والعدد التاسع يقول فأنه فيه يحل كل من الألهوت جسديا نشوف هذه من خلال ثلاث نقاط ألوهية المسيح الكاملة مدى نطاق ألوهية المسيح لأنه فيه كل من الألهوت ونشوف كمان كمال ألوهية المسيح إحبرانيين الإصحاح الأول والأعداد واحد لثلاثة شو بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة بشو في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بشو بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين الأعظم بالأعالي أي أنه بهاء مجد الله أي أنه جميع كمالات الله الآب هي في المسيح يسوع هذا اللي عم يقول ويقول أنه صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا لما ارتفع على الصليب كمان إذا بنشوف أنجيل يحنى الإصحاح الأول فيه الأرواع عددين العدد الأول والعدد 14 عدد الأول يقول في البدء كان الكلمة والكلمة شو كان عند الله وكان الكلمة الله عدد 14 يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب شو مملوء نعمة وحق حتى اليهود نفسهم كانوا يشهدوا أن الكلمات اللي كان يحكيها المسيح مملوء نعمة أخني زار إذا نتطلع أنا وأنت والمشاهدين المسلمين على مر التاريخ خلينا نخلي الأديان على جنب الإيمان على جنب نتطلع سلوكيا هل المسيح شتم؟ هل سمع صوته في الشوارع؟ هل أمر بالقتل؟ لما بطرس إجا وقطع إذن رئيس الكهنة قال له روت سيفك يا بطرس من أتى بالسيف؟ بالسيف ياهلك لما إجت الزانية جابوا الزانية ورجموها بدل ما يدينا للزانية ويرجمها قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرجمها أولا بحجر اللي واحد منكم معم الخطية يرجمها تحنن على الزانية وسامح الزانية وأكثر من هذا وكله سامحنا أنا وأنت وسامح وبدو يسامح كل شخص بدو يقبل عليه كمان نشوف المسيح كالمسيح المخلص شخصيته هوية المسيح كالمسيح المخلص يحنى الإصحاح الثالث العدد السبعة عشر يبين أنه المسيح هو مخلص العالم وذكر التسميات اللي جاية توصف نعمة الله المخلصة كمان يحنى الإصحاح الأول عدد تسعة وعشرين اللي بيقول وفي الغد نظر يحنى يسوع مقبلا إليه شو قال يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم اعترف يحنى المعمدان أن يسوع هو اللي يرفع خطية العالم يحنى الإصحاح 14 عدد 6 شو بيقول قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة أن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للحياة ما في طريق تاني هو مش طريق من عدة طرق هو الطريق الوحيد للحياة الوحيد للحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة